موسيقى صاحب السمو ملك الأمير وليد بن بدر بن سعود مرحب فيك عبر قنوات ابو ظبي الرياضية سعيدين جدا بقبول دعوتنا حقيقة أول ما نذكر نادي النصر ورجالات نادي النصر لازم نذكر الأمير وليد بن بدر خلنا نتكلم عن بداية العشق الكبير لنادي النصر متى بدأت مع الأمير وليد بسم الله الرحمن الرحيم أول شي حييكم وياها لو مرحب فيكم وكقناة الأبو ظبي يلاح يحييكم في بلدكم الثاني واصلة علاقة هي مستمرة من زمان وخاصة بين نادي النصر وأبو ظبي من خلال شركة الاتحاد إذا كانت تذكرون وقتها النصر حط الاتحاد من حوالي ثلاث أربع سنين والاتحاد مرتبط ارتباط مباشر بأبو ظبي لكن عموما من أحد أنا هذه خذيتها من صغري وطبع الوالد كان نصراوي وعمامي أغلب العمام طبعا وبينهم الرمز الراحل الله يرحمه ويغفر الله لكن عموما الوالد كان يقرأ الجرائد وبعد ما يترك الجرائد أنا كنت حريص على القراءة وخاصة الرياضة فيها فكنت قراها من أول حرف إلى آخر حرف وطبعا وقتها النصر كان يعني له ميز أو أشياء تميزة كثير بحيث أن الجرائد جميع ستكتب عنا لأن كانت وقت بطولات وهذا وهذا اللي أنا أتكلم عليه بالنشأ اللي هو من آخر السبعينات تقريبا إلى الثمانينات فهذه كانت كبداية هي هذه البداية وطبعا بعدين عاد يوم كبرنا عاد خلص ارتبط ارتباط مباشر يعني صار الارتباط وصرنا نروح النادي ونعمل فيه ومثل كذا ونحضر مبارياته طبعا لكن الحمد لله لكل شيء الله يعطيك الصحة طالع أمرك نتكلم عن الجيل اللي ذكرته السبعينات وخلنا نتكلم في الفترة هذه مواجهات الديربي الكبير بين الهلال والنصر أو النصر والهلال لا شك أن هذه المبارتين أكيدة وهذه المباريات بالنسبة للديربي في كرة القدم السعودية من أشهر ديربيات على المستوى المنطقة وأهل الرياض دائما مبسوطين بهذه المباريات خلنا نتكلم عنك كيف كانت متابعتك لهذه المباريات قيمتها أيضا سابقة والله شب أنا وقتها طبعا أبتكلم لأن وقتها كنت لسه ما زلت صغير السن فكانت أغلب متابعاتي لها أو متابعة لها أبر الجرائد أو التلفزيون لكن يمكن بالثمانينات اللي بدأت بشكل أكبر أو هذا لكن عموما بالسبعينات وبداية السبعينات طبعا نتكلم اللي هي الميلادي فالحب الانتصار اللي كان موجود عندنا بحيث أن الفريق لما يفوز أو لما يحقق شيء وخاصة مثل ما قلت لك قبل شوي لأن النصر في ذلك الفترة كان متميز جدا ولفترة طويلة خاصة اللي الآن هم يحبون يذكرونها اللي كانت دور المناطق وقتها كان دوري الوسطى لها منطقة لها قصدي الوسطى لها دوري الشرقية لها دوري الغربية لها دوري فالدوريات كانت مرتبطة بالمناطق فقط وبعدين في مسابقة أخرى اللي هي مسابقة كأس الملك وطبعا كاسولي العهد كانت ما أدري إذا كنتم تابعين وقتها أو لا لكن كاسولي العهد كان أغلب الوقت أو جزء كبير منها كانت يعني منتخبات المناطق ما كانت أندية كانت أندية في السابق وبعدين انتهك أسولي العهد بحيث أنه كان مناطق وما رجع أنه يكون الأندية إلا من خلال الثمانية أول السبعينات أنا هذا اللي أتكلم عليه بالستينات طبعا اللي هو دور المناطق إلى منتصف السبعينات وبعدين بدت عاد اللي هي بداية الدوري العام بالمملكة العربية السعودية اللي لما كان التصنيفي الدوري التصنيفي وبعدين عاد الدوري الممتاز ودوري خادم الحرمين كأس خادم الحرمين الشريفين وبعدين عاد تغيرت المسميات يعني إلى الآن ممتاز التنافس في ذلك الفترة كان من جانب النصر تقريبا لا التنافس كان موجود بين نصر وهلال لكن أغلب كان للنصر يعني إحنا قعدنا حوالي ثمان سنين دوري المنطقة ما يأخذ لا نادي النصر بالمنطقة الوسطى لكن عموما فيما بعد طبعا لا صار فيه شراكة بين النصر والهلال لما دخل الدوري الممتاز فيما بعد وصار بشكل عام لا طبعا كان فيه بين النصر والهلال ودخل الأهلي والاتحاد كذلك للأهلي كان متميز بالغربية أكثر النصر بالوسطى بالشرقية كان الاتفاق والقادسية بينهم الثنين لما صار عاد دوري عام كامل يعني على مستوى المملكة لا صار ساعتها طبعا صار نصر نصر هلال أهلي اتحاد وبعدين دخل الاتفاق فيها لكن اللي يميز لكل مرحلة أن كنت لعب المباراة حنك كزملة وعيال عم نحضر المباراة مع بعض نتعشسوا بعدين اللاعبين أنفسهم ونعرفها هذه لعبين النصر والهلال تدتهي المباراة اليوم بالليل تلاقيهم مجتمعين مع بعض هذه كانت حلاوة الرياضة والتنافس وقتها قربهم مع بعض ارتباطهم تنافس في الملعب نعم لكن بعد كذا خلص نصر هلال أخوان عادي ومه فقط هنا حتى بالشرقية بين الاتفاق والقادسية ووقتها كان النحضة بوقت سابق وبجدة الأهلي والاتحاد فما كان فيه الشيء الموجود الآن من ناحية أن الواحد ما يقبل بالخسارة أو أن الخسارة شيء معيب هذا أشياء ما دخلها الآن إلا الإعلام في نفوس النشأ واللي صاروا ما يقبلوا الهزيمة أو يرون أن الهزيمة نهاية مطاف وهي بالعكس دائم الانكسار هو اللي يولد أن الواحد يعطي أبذى أفضل ويبذل أكثر ويعني يطمح للأفضل إن شاء الله صحيح الروح الرياضية مطلوبة صراحة في كرة القدم وفي متابعتها لكن ما تلاحظ منها ميزة اليوم خلينا نقول في هذا التنافس اللي قاعدين نشوفها ما بين الجماهير السعودية وخصوصا جماهير هلال والنصر لا هي شف ميزة بما أنها ستبقى في الملعب فقط وقت المباراة لكن إذا تعدت هالشيء هذا لم تعد ميزة أو لن تكون ميزة بالعكس بتكون شيء سلبي وسلبي بشكل كبير يعني أنا كم مرة أشوف مقاطع أو أشياء نشوفها طبعا الناس يدولون هل أن كل شيء صاروا الناس يصورون يعني ما عد يخفى شيء الناس مثلا يتكلمون على طفل صغير مثلا يجتمعون عليه مجموعة من الإعلاميين يقعدون يعني يشذبون بالنادي أو بالطرف الآخر هذه الأشياء مهم مطلوبة ولا شك أن المدح ومعطاء كل ذي حقا حقه مطلوب لكن لا تعيب في الآخرين هذا المهم بحيث أن لا تضايق الآخرين أيا كان أنت صارك وهذا لابد أن تعمل حساب للآخر بأن هذه رياضة وانت لن تستمر بالفوز وهذا اللي حنا رابين عليه أصلا يعني حنا أيام زمان مثل ما أقول لك الحين كنا نلعب المباراة اليوم بالليلة تلاقينا مجتمعين سواء حنا ولا اللاعبين ولا حتى العلاميين ببعضهم لكن غير اللي يحصل الآن لكن أن التنافس مطلوب طبعا مطلوب لو لوجود التنافس ما صار نصر وهلال وما صار أهلي والاتحاد مصر بجميع دول العالم هالديربيات أو هالكلاسيكوهات الموجودة جميل خلال متابعتك خلينا نقول من الثمانينات متابعتك بشكل كبير لديربي الهلال والنصر أو النصر والهلال إلى اليوم كيف تشوف الديربي وش أفضل جيل شاهدت من خلال السنوات الطويلة هذه أو يعني خلينا نقول مباريات عالقة في ذهنك والله شوف أنا لا شك نصراوي لا بد أني بذكر أجيال نادي المصر طبعا من وقت محمد سعد العبدلي وربعا اللي مع كلهم حسن الدنيني عيد الصغير ناصر الجوهر سعد الجوهر أبو حيدر إلى جيل ماجد عبدالله والكابتن يوسف خميس ومحيس الجمعان الهريفي توفيق المقرن السعود الحمالي طبعا خالد التركي نسيناه برضو كابتن خالد التركي كابتن منتخب السعودي قبل وبعدين لا شك طبعا يجي الجيل اللي وراهم اللي هو السهلاوي حسين عبدالغني إبراهيم غالب شايع عبدالله العنزي يعني ناس كثير يعنون للنصر كثير إلى الجيل اللي تلاه مباشرة وقت ما كان فيه جوليانو ماذا اسمه الأفريقي؟ أحمد موسى وكذلك عبدالرزاق حمد الله مرابط مايكون والدور اللي حققوه إلى ما وصلنا الآن حقبة أعظم لاعبي العالم وأفضلهم على الإطلاق اللي هو الكابتن من كريستيانو رونالدو والمجموعة الكبيرة اللي معي يعني إذا تنظر لكل واحد الحالة ترى كلهم ما شاء الله يعني لا الكابتن سلطان الغنام وش اسمه؟ نواف العقيدي ماني تالسكا أوتافيو بروزوفيج يعني كلهم لكن يمكن طغيان وجود كريستيانو رونالدو خلى تداول الأسماء الأسماء هذه أقل بقليل من اللي هم يستحقونه لكن لا شك نادي النصر الآن يعني المجموعة اللي فيه مجموعة من أفضل ما يمكن ومن أحسنهم عبدالله الخيبر نسيت خاصاً الآن مبدع كذلك في المنتخب رب يوفقهم جميع إن شاء الله بإذن الله أنا برجع للأسماء الكبيرة الموجودة في نادي النصر اليوم تلعب لكن خلينا أسألك بما أننا تكلمنا عن الأمور التاريخية في الديربي طيب تذكروا مباراة معينة إلى الآن عالقة في ذهنك للنصر والهلال والله مباريات واجد لكن طبعاً لا شك كاس الملك وهدف ماجد عبدالله ذاك الرائع بالنسبة لنا يعني الكثير كان صراويين كاس الملك الآخر أو اللي في جدة اللي في زنفيب ثلاثة اللي ماجد جاب اثنين ومحيسن الكوبرا جاب واحد وطبعاً أكبرهم وأهمهم كذلك المباراة اللي كانت يمكن سبب مباشر بعد الله طبعاً لا شك في تحقيق دوري 2019 اللي هي الدوري الاستثنائي لما المدافع جاب هدفين وعبدالرزاق جاب هدف هذه المباريات بزعم يعني تبقى بالذاكرة وإلى الأبد إن فيه مباريات كثيرة بالذاكرة لا شك لكن أنا أعتقد هذول بيكونون أهمهم للنصراويين عموماً أنا أعتقد هذه الثلاث مباريات الآن حالياً أعتقد طبعاً أنا أتكلم كنصراوي يعني بطبيعة الحال مني بذاكر للشيء اللي انتصرنا فيه إن شاء الله ممتاز نتكلم عن الحساسية اللي موجودة بين الهلال والنصر أو النصر والهلال في مباريات الديربي يعني حساسية كبيرة وواضحة والناس تشوفها سواء بين الجماهير الأعلام حتى في أرضية الملعب وهذه خلينا نقول من مميزات الديربي لكن تجهيزكم أنتم في نادي النصر نتكلم كيف يكون قبل المباريات وخص الهلال والنصر هلو بشكل مختلف عن المباريات الأخرى بالعكس يمكن أسهل مباراة الواحد يجهز لها هي المباريات الكبيرة لأنك ما تحتاج أنك تحفز اللاعب اللاعب يكون متجهز لهذه المباراة لأن هذه المباريات هي اللي تبين اللاعبين ومعدنهم مستواهم الفني وبالعكس بتلاقيهم من غير تحفيز جاهزين لها عدا مرة وحدة على ما أذكر اللي هي كانت كاس الأمير فيصل بن فهد 2008 لأن وقتها النصر قاعد يمكن حوالي 6-7 سنين ما تحققت له ولا بطوله فالمشاركة هذه كانت مهمة لنا وكانت أمام الهلال نهائي كاس الأمير فيصل بن فهد وكانت بحضور الرئيس العام ونائب الرئيس العام ووقتها وبسنتها خاصة كانوا قايلين أن بطلها بيسمحها بالمشاركة خارجيا وكذلك ذيك السنة سمحوا اللاعب الأجانب يشاركون في البطولة فكان لها تجهيز خاص لأننا كنا يعني عاقدي العزم عليها وكنا قادرين عليها لكن مثل ما تعرف لما تبتعل عن البطولات فترة أو كذا تبغى تجهز تجهيز محدد لها ومو بس حنة ترى حتى الأخوان بالهلال حنة تعقدنا مع الدكتور رشاد فقيها هم تعقدوا مع أعتقد أحد سب الصيني أو شيء زي كذا حق القدرات الذاتية بذيك السنة نفسها يعني فحنة كان عندنا يعني جانب المعسكر قبلها بليلتين وكان معنا يعني عمل معنا عمل مبدع وقتها كما فهمت برضو من الأخوان الهلاليين وقتها حتى الأستاذ الصيني أو الدكتور الصيني والله لأننا ما عمل معنا أنا ما يعارف والله والشو فعمل معهم عمل مبدع أنا أعتقد هذه الميزة الشيء الوحيد اللي يمكن كان يتميز بالتجهيز من حيث أنك تجيب أو تستجيب أحد حق قدرات ذاتية وحن الثنين عملنا عليها بذلك الموسم أما قبل الله وبعد أنا أعتقد بالعكس بالعكس تبتعد عن أنك تعطيهم تحفيز زائد بحيث أن المباراة تكون يعني فوق المعتاد وبالتالي اللاعب ما يعطيك الشيء المأمول منه برضو الملعب والحمد لله ودائما ترى مباريات النصر والهلال ترى فيها إبداع اللاعبين وخاصة لما تشارك أو تشرك لاعبين من صغار السن تعطيهم فرصة بحيث أنهم يشاركون تلاقي إبداع عندهم خاصة بهالباريات وتكون يعني السبيل أو الوسيلة اللي يظهر فيها وتستمر نجوبيتها فيما بعد في حديث موجود اليوم في الأوساط الهلالية بالتحديد نعم عن مباريات الديربي أنه لم يعد هناك تنافس كبير ما بين الهلال والنصر على الأقل في السنوات الأخيرة من جانب النصر ما فهو أنه في حديث من الوساط الهلالية أنه أنه في السنوات الأخيرة لم يعد الديربي كما كان وأنه دائما يكون التنافس من جانب الهلال أكثر غير صحيح بالأكس كتاريخيا هل نتكلم عن السنوات الأخيرة الأخيرة بالتعديد لا يمكن تجو وتقول ناخذ هالفترة ونترك غيرها لكن الحد هل نتكلم تاريخيا تاريخيا ترى هم ما عدوا لنا أصلا بحيث أنهم يساووننا بعدد مرات الفوز إلا ما أعتقد بألفين وثمانية ألفين وتسعة شيء من هالقبيل ويمكن تعدونا فيها بعد لكن بالعكس قبل حوالي سنتين قعدنا يمكن حوالي ثلاثة أو أربع مباريات ما يفوز اللحنة وهم ما فازوا فيها ولا مرة يمكن هالحين الموسم هذا بدايتها حنة حققنا البطولة كاس الملك سلمان والبطولة العربية وبعدين هم فازوا المباراة اللي هي بالدوري وطبعا في مباراة كاس موسم الرياض وأمامنا لسه ما زال إن شاء الله في مباراة فما قد طغى فريق على الآخر إلا فقط في فترة الستينات اللي أنا أتكلم كنت أتكلم أيام الدوري المنطقة الوسطى وبطولات المنطقة الوسطى اللي وقتها النصر كان طاغي بشكل كبير يعني وصلت على ما أعتقد 13-14 انتصار إلى ثلاث انتصارات وقتها أما غير كذا أنا أعتقد بالعكس يعني فيه تداول ومرغوب هالشيء طبعا إن ما في فريق أصلا لا يمكن يجيك فريق يفوز دائم وبشكل مستمر على منافسة ما تحصل هذه يعني بشكل مستمر بشكل دائم كيف شايف النصر هذا الموسم؟ على مستوى اللعبين الجانب على المستوى الفني بالعكس ممتاز جدا لا العناصر الموجودة المدرب كذلك فنيا ثقيل على أرض الملعب لكن لا شك حصل نوع من يعني نزول في المستوى يسمونا رياضيا اللي هو الدرب هذا فترة التوقف ومشاركة كاس آسيا وما شابه والابتعاد وكذلك بإيقاف بعض اللاعبين وهذا شيء طبيعي ومقبول يعني بس هذا هو النصر بادي يعود إن شاء الله وإن شاء الله بدايتها خير تكون بكاس السوبر وإن شاء الله كاس الملك اللي هو الأهم كذلك ممتاز كاس السوبر سيقوم إن شاء الله في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن شاء الله كيف شايف حظوظ النصر في هذه المباراة أو في هذا الكاس بشكل حد لا شك أنها كبيرة أنا أعتقد كل الفرق حظوظهم كبيرة وإن شاء الله عد ندعو التوفيق وكذلك ندعو أن الحكام يكونون على مستوى الحدث إن شاء الله لكن بإذن الله أنا أعتقد إن شاء الله أن حظوظ النصر كبيرة جدا ثقتنا فيهم كبيرة باللاعبين كأناصر وكذلك بقائدهم المدرب وإن شاء الله إن شاء الله أن يتحقق هذا الشيء من خلال منافسة على أرض الملعب يأخذها يعني بجدارة من يستحقها إن شاء الله ويعمل لها اليوم واحد من أبرز اللاعبين على مستوى العالم وفي الدوري أيضا هذا الموسم كريستيانو رونادو أكيد حضوره في النصر طاغي ومختلف تماما عن كثير من اللاعبين يا رطي العمر اللاعب هذا في كثير أنا كان لي تصريح سابق أول ما تعاقد النصر ويمكن الناس أخذوا عليه أن نوع من المبالغة بالشيء لما قلت هذا يعتبر أحد بطولات النصر وأرجع وعيدها ليش الواحد يطمح للبطولات لارتفاع أسهم نادي تداول وتردد اسمه على الجميع وخاصة النشأ ترويج الفينيلا اللي يلبسها هالنادي في جميع طبعا بوجود رونادو صارت في جميع أنحاء العالم وهذا الشيء اللي تحقق لنادي النصر بوجود هالنجم الفذ هذا الأهم من هالأمر محبته للمملكة العربية السعودية الكرة القدم في المملكة العربية السعودية وبأنها ترتفع وترتقي الإشادة بالمستوى الفني للدور السعودي وبما يوليه أولياء الأمر في المملكة العربية السعودية لهذه الرياضة وأن تصور شخص مثل هذا اللي يتبع حوالي 800 مليون على ما أعتقد 800 وزيادة أكثر الآن إذا ما وصل 900 فأي كلمة أو صورة أي كلمة يقولها أو أي صورة يطلعها كلها العالم بتشوفها 800 مليون أو 900 مليون بيشوفونها وهذا الشيء اللي من الأشياء ليس بالشيء هذا من الأشياء اللي يروج للدور السعودي فعلا وللعمل الكبير اللي تقوم فيه حكومة مملكتنا بقيادة سيدي ووالدي خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولي عهدنا الأمين صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان واللي أعطوا جل اهتمامهم وكثير من الدعم لرياضة عموما ولكرة القدم خصوصة من ناحية جلب اللاعبين الكبار هذول بحيث أنهم يخدمون في يخدمون لتطور أولا وكذلك لتداول وشعبية كرة القدم السعودية على المستوى العالمي بإذن الله كيف شايف هذا الموسم بوجود أبرز اللاعبين على مستوى العالم ممتاز جدا لا شك أن كان فيه نوع من المباريات بالنسبة لنا كنصر اللي ما كنا نتمنى أن نفقد النقاط فيها وفقدناها لكن ما زالت دوري في أرض الملعب حتى لو كان المنافس متقدم لكن إن شاء الله تعمل العوامل اللي عملت على أن لحنة نفقد بعض النقاط إنهم هم يفقدون يفقدونها كذلك وبإذن الله نحققها ولو ما تحققت يعني في بطولات أخرى وكذلك البوسم القادم لكن وجود هالنخبة من اللاعبين ما نربطها في بطولة ولا حتى في بطولتين وجودهم بحد ذاته إنهم يلعبون في المملكة العربية السعودية وبالدوري السعودي وتداول الإعلام الغربي لمباريات الدوري السعودي بوجودها النجوم وهالكوكبة وعلى رأسهم لا شك قائد نادي النصر الكابتن كريستيان فرونالدو شيء يعني الكثير لنا كلنا وأنا فقط أتمنى أن من الأعلام أنه يولي هالشيء الأهمية اللي تحتاجها بحيث أننا صحيح في منافسة لكن الأهم هو الترويج للدوري السعودي والبطولات السعودية وبإذن الله يتحقق هذا الأمر إن شاء الله ممتاز آخر سؤال سمون أمير خلنا نتكلم عن واحد من خطوات الكبيرة جدا على المستوى الرياضة السعودية لا شك أن المملكة العربية السعودية اليوم أصبحت يعني محط أنظار العالم في رياضات مختلفة وفي كرة القدم لكن اليوم استضافة المملكة لكاس العالم عشرين أرواع ثلاثين كيف تشوف هذه الخطوة؟ لا شك أنها خطوة جبارة ولن يتم هذا الأمر إلا بدعم كبير جدا من حكومتنا الرشيدة وقبل شوي أنا أشدت بالأمل بالدعم الكبير اللي قامت في حكومتنا من خلال سيد والدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهدنا الأمين الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لكن ما ننسى كذلك الجهود الكبيرة اللي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي وزير رياضة لهذا الأمر لأن هذا كله بإشرافه المباشر شخصيا وبإذن الله يتحقق المراد بحيث أننا إن شاء الله يعني تكون أفضل بطولات كأس العالم هي البطولة اللي بتخام في المملكة العربية السعودية وحسب ما نرى وأعتقد الجميع متابع الآن من خلال الملاعب اللي قاعدة تشاد وتبنى سواء في الرياض في جدة وكذلك في الشرقية وأعتقد إن شاء الله إن شاء الله أنا متأكد يعني ما زال في وقت كبير لكن إن شاء الله ما يجي وقت ما هو فقط كأس العالم بيجي فيه كأس آسيا كمان بـ 27 على ما أعتقد وبعدين كأس العالم 34 لكن ما هو جاي وقت كأس العالم 34 إلا بإذن الله ستجد رياضيا طبعا أشياء وملاعب ومنشآت يعني قيد التشهيد الآن بتكون وقتها انتهت إن شاء الله وطبعا الوسائل الأخرى اللي هي وسائل النقل العام من مترو من الباصات اللي موجودة نهاية البنية التحتية بالنحية الطرق وما الطرق وهذا أنا أعتقد بتكون في نهضة كبيرة ويسبق هذا الأمر بـ 30 الحدث اللي الأكسبو وهذا بيروج كثير وبشكل كبير لكأس العالم بحيث إن شاء الله تكون أفضل نسخة على الإطلاق إن شاء الله صاحب السموم منك الأمير وليد بن بدر بن سعود سعيدين جدا بهذا اللقاء سعيدين جدا بيقبول دعوة قناة بوظبي الرياضية شكرا لك شكرا على رأيك الجميلة الله يحفظك وشكرا لكم على تواجدكم وبإذن الله بإذن الله التقارب هذا مستمر دائما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أننا نتعاون دائما بالتداول المباريات سواء عندنا أو عندهم وكذلك بنواحي أخرى إن شاء الله قادمة تفيدنا وتفيدهم إن شاء الله وشكرا لكم كلا بوظبيا